محمد كواش طبيب مختص في الصحة العمومية معي عبر سكايب صباح الخير دكتور أخي مولود صباح الخير لكل متتابعي قناة النهار عيدك مبارك ليك والتقم العامي معك شكرا لك دكتور عيدك مبارك نبدأ من هذه النقطة الأخيرة التي أشار إليها زميل مصطفى التونسي في تقريره ضرورة تعايش مع هذا الفيروس اليوم هل اليوم يجب أن نأخذ حتى من جانب الاستعداد النفسي أن نتعيش فعلا في حياتنا اليومية مع هذا الفيروس في ذل عدم موجود أخبار مؤكدة حول مدة زمانية معينة للخروج والتخلص من هذا الوباء نكيد نحن الآن أمام واقع وهو واقع كوفيد إزناف هذا الجائحة اللي يجب علينا أن نتأقلم معها ونتعامل معها وتتعامل معنا بتحايل وخبرة معينة لأن لها بعض الخاصيات لكن المواطن أو الإنسان يجب عليها كذلك أن يتأقلم معها ويأخذ حذره معها الآن نحن أمام معطيات ومتضاربة من حين الآخر هل نوقف في الحجر أم نستمر في الحجر الوباء الآن نرى استقرار في عدد الإصابات وعدد الوفيات هذا لا يبشر بالخير لكن يدعونا إلى المزيد من الحيطة والحذر 200 حالة يوميا وأقل من 10 حالة وفيات هل الأمر يدعو للتفاؤل فقط يكون مزيد من الالتزام بإجراءات التباعد وإجراءات الوقاية نقدر إن شاء الله نخفض هذه النسبة ونروح إلى مرحلة التخلص والخروج من هذا الفيروس أكيد الوضع لا يدعو للتفاؤل بشكل كبير لكن نحن مطالبين الآن إلى خفض العدد خفض العدد يكون فقط بالتزامنا لأن الحالات المسجلة وما هناك كثير من الحالات هم الآن حاملين للفيروس وليدركون الحالة الصحية التحو دعوة إلى الالتزام بالإجراءات السلامة إجراءات الوقاية خاصة بالوضع الكمامات التي من شأنها أنها توقف انتشار هذا الفيروس لأنه يكون الفيروس انتشار عن طريق فقاعات الهواء أو فقاعات اللعاب التي تصدر عن الإنسان إذن نحن نتفائل بشكل إيجابي أكيد أن التفائل هو أمر إيجابي ويساهم حتى في رفع المناعة المناعة هي العام الرئيسي في مواجهة هذا الفيروس نقول يمكننا أن نتفائل أكثر 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 إذا رأينا أن المنحنى بدأ ينزل وهذا المنحنى نستطيع أن ننزله وأن نخفضه فقط بالتزامنا بشروط السلامة الوقائية وكذلك بوعي المواطن هذا الوعي انتمع القرار الأخير فيما يخص إلزامية ارتداء هذه الكمامات كذلك بجانب المبادرة الفرضية من طرف المواطن اليوم حتى بدون أن تكون إلزامية أو تكون عليها عقوبات مالية أو حتى حبس يجب أن يكون هذا التزام من المواطن وثقافة صحية مثل ما أتفضل الدكتور أكيد نقول أنه يجب أن الإنسان هو ربما لا يجب أن يخاف على صحتك كما تخاف أنت على صحتك هذا الإنسان يجب أن يدركه كما يقوله إحنا يجب أن يبكي عليك نقوله بالمصطلح العامي يجب أن يبكي عليك إذا كنت أنت تعرضت لحالة مراضية إذن أنت أنت يجب أن تقدر قيمة هذه الروح البشرية التي يعطيها لك الله عز وجل أنك تحافظ على حياتك ربما هناك بعض الأخطاء والأمور الشائعة الكمامة أمر ضروري وإجباري وهو أمر أنا نقولك فقط لو تشاطرني أخي مولود في السنوات الماضية قبل أن يظهر كوفيد 19 في الدول الصناعية الكبرى كان استعمال الكمامة أمر يومي وأمر عادي نتيجة التروث البيئي للحفاظ على صحتهم الآن نحن أمام وباء عالمي ونطالبين كذلك بالحفاظ على حياتنا من خلال استعمال الكمامات الكمامات هناك بعض الأخطاء المنتشرة ربما يجب تأكيد عليها أولا يجب علينا التأكد من مصدر الكمامة يعني الإنسان يجعطيني الكمامة نشوف كما الإنسان يروح للمحل يشري حلويات طريقة عرض البضعة طريقة تسليم البضعة إذن الكمامة كذلك اللي يطعها لي من جابها كيفاش مدهالي طريقة اللمس التاعه طريقة الحفظ تاعها هذه كلها أمور خطيرة جدا يعني يجب المواطن أن يحذر يعني ربما استعمال الكمامة الخاطئ قد يضر بصحته وحتى أثرت نقطة مهمة دكتور فيما يخص بيع هذه الكمامات خاصة في الأسواق الفوضوية المنتشرة اليوم يعني تعرض طريقة غير صحية وحتى مثل ما تفضلت طريقة بيعها أو لمسها من الزبون من البائع إلى الزبون نقطة مهمة لكن هل نقول للمواطن اليوم في ظل الغلاء يعني الأسعال الكمامات اليوم في بعض المناطق يعني وصلت حتى العادية منها الجراحية سقف مئة دينار والنوعية الجيدة أكثر من مئتين دينار وأكثر ربما نوعية أخرى هذا مشيلي يدفع ربما نواطن ويقتني هذه الكمامات القماشية من القطن وغيرها تكون في الأسواق العمومية وبسعر منخفة أكيد نقول للإنسان أنه يقتني الكمامة من المصادر الطبية يعني من المستشفى مثلا أو من السيداليات القانونية والسيداليات أكيد أن السيداليات نرجع إليها لأنه هو مكان آمن أكثر آمنا بالنسبة للكمامات كذلك لماذا تصنع حذري ثم حذري بما سنتكلم عليها فيما بعد الأثار الخطيرة لبعض الاستعمال الخط للكمامات والحساسية المفردة نأكد كذلك عن نقطة مهمة جدا وهو البديل بما يحتاج يقول لك سبت لي حساسية ما عندما نشرها إلى آخر ثقافتنا كمجتمع عربي كمجتمع جزائري كمجتمع إسلامي ما يعرف بالعمامة العمامة التي نستعملوها وكذلك نشوفه إخواننا في الجلفة في الأقواط في الفرماناتية الصحراوية في إخوانة تورك عندهم هذه الطريقة وضع الخمار على وجه هذاك وهذا أكثر نقول لك أكثر صحي من الكمامات التي نقتنيها بشكل عشوائي وش نقول للمواطن إذا عندك عمامة أخسلها بشكل صحي مليح بللها بشكل وضع فيها شوية رائحة تكون مليحة بللها لأن الماء رح يسمح لك بشتستنشق خاصة نحن في فترة تفعت رجل الحرارة تستنشق هواء رطي طيب حتى فيه بعض المظاهر أنا لمستها شخصيا يعني الكبار السن لما يخرجوا دائما يرتديوا الكمامات لكن الأطفال دائما يخلوهم عرضة يعني خصون في الفضاءات اللي تكون مغلقة في خصون الأسواق وحتى الفضاءات الفضاءات التجارية تكون مغلقة هل اليوم إجبارية ارتداء الكمامة حتى للطفل لأنه فيه البعض يقولك أن الطفل ما يكونش يعني هذا الفيروس ما يشكلش خطر كبير عليه لكن ارتداءها هل هو ضروري كذلك حتى على الأطفال في مرحلة يعني لو يكون صغير حتى في مرحلة متقدمة نعم بما تقولك الدراسات العلمية أن الأطفال وفئة الشباب اللي تكون عندهم مناعة جيدة وهم في منأة عن كوفيد 19 هذا صحيح لكن إجبارية استعمال كماما هو أمر ضروري جدا لأن الطفل نقوله بما الله حماه بما لديتعاومة لكن كذلك هو سيكون ناقل للفيروس وهذا هو الأخطر الشباب كذلك هم قد يكونوا ناقل للفيروس تقولي أنا صح تمليح رياضي سبورتيف إلى آخره لكن يمكنك أن تنقل الفيروس إلى الأهل التيعك إلى الأب التيعك إلى الجد التيعك إلى الجد التيعك إلى جيرانك وتكون أنت القاتل الفعلي فأحنا المشكلة المطروح لأنه ربما كنا قادرين نعزلوا كبار السن ونقضوا بعض الإجراءات خاصة بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لكن الأمر خطير لأنه ينتقل من شخص إلى آخر أنه تعاملت كثير من الحالات ربما شخص واحد يعمل في مجال معين جاب الفيروس للأسرة التيعون يقالي عمرهم ما خرجوا وقتلهم وما خرجوش لكن انت خرجت وجبهم الفيروس حتى فيما يخصون على هذه الكمامات دكتور مش فيها كمامات موجهة لأطفال نعم ما فيش أحجاب خاصة بالأطفال لأنه هذه دعوة دعوة ل ورشات وحتى الخياطين خياطين وكمامات مناسبة لحجم الطفل لكن الأمور اللي ما سجلناها وما نقول لك حتى تعاملت مع حالات وين أشخاص وهنا الأمر خطير جدا الكمامات المشبوهة يعني غير معروفة المصدر أنا يقوم يقول لك أسرة معينة رأيت خيط في الكمامات وتمد فيهم الأسرة هذه هل نعلم ظروف الصحية تاحها هل هي حاملة الفيروس ولا ماشي حاملة الفيروس طريقة التعقيم من الكمامات إلى آخره كلها أمور خطيرة بعض نأكد وأكد أكد بعض الأنسجة غير صحية وخطيرة جدا بعض الأنسجة تسبب حساسية وفيما بعد نتكلم لك على الإصابات وهو فيت المسجلة في بعض الدول طبعا تحدث عن موضوع حساسية لأنه استعمالها خصوصا مع دخول فصل الصيف ربما سيشكل الاتهابات على مستوى البشرة بشرة الوجه أساسا مع التعرق وحتى بالنسبة للعمال اللي يشتغلوا فترة الظاهرة قبل ذلك دكتور فيما يخص تعقيم هذه الكمامات ليشير ربما هذه الكمامات صحية أفضل وظروف بيحة أفضل فيما يخص للمواطنين اللي يشتريوا هذه الكمامات من فضاءات أخرى يعني ومهذه الورشات أو حتى الجمعيات اللي قاعد تقوم كذلك نحيوها اللي تقوم بجهود كبير في توزيع هذه الكمامات مجانا على المواطنين لكن استعمالها فيه طريقة معينة لتعقيمها قبل ما نستعملها نعقمها ونرتديها بشكل آمن نعم أكيد في البيت يعني نغسلها بالصابون وشوية ماء نضيفه قطرات من الجافل هذا شيء يمكن أن نعقمها يمكن بعض الناس لاستعملوا حتى يحدوها هذا كذلك أمر إيجابي أن الدرجة الحرارة تقتل أي ميكروب أو أي فيروس وهذا شيء إيجابي يمكن أن نغسلها في البيت أو حتى بالنسبة لطبيعة القماشي كذلك يمكن أن نغسلها وإعادة استعمالتها بشكل عادي لن نذكر فقط معلومة أن الكمامات لا يمكن أن نستعملها لأكثر من أربع ساعات يعني مدة صراحية التحاية أربع ساعات الكمامات الجراحية الكمامات الجراحية نعم طيب فيما يخص اليوم التخوف أصحاب الأمراض المزمنة خصوصا الذين يعانون من صعوبات في التنفس مثل ما قلت استعمال هذه الكمامات خصوصا لكبار أصحاب الأمراض المزمنة هل سيشكل نوع من صعوبات في التنفس أم ربما المخاطر تنتج عن استعمال الخاطئ له نعم الكمامات هي أمر إجباري أقول أمر إجباري في ظل هذه الجائحة المنتشرة الاستعمال الخاطئ يعني مفقا الكمامات نستعملها خاصة ونكون هناك تجمعات هذا أمر إجباري خاصة في الأسواق الأسواق أو داخل مسائل التنقل أو داخل المستشفى إلى آخر ونكون احتمالات انتشار هذا الوباء النقطة الثانية الكمامات يعني نستعملها يعني بشكل دوري يعني من الحين إلى آخر خاصة إذا كنت وحدي مثلا أنا في السيارة واني وحدي من أحسن أني ننزحها إذا كنت في مكان فارغ ننزحها إذا كنت في منطقة فيها مجموعة من الأشخاص قلت يجب علينا استعمالها أو في داخل السيارة ونكون معي مجموعة من الأشخاص الأخطاء المنتشرة أو الخطر المطروح واللي خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة الاستعمال الكمامة لوقت طويل أو لساعات طويلة واش تدير راح تخليلي نقص في الأكسجين يعني الكمامة نقص لي من نسبة الأكسجين اللي نستلمها وانخفى نسبة الأكسجين في الدماغ والدم يضطر الإنسان إلى شعور بالأرق التعب والقلق وحالة من الإغماء ويقولك حتى سجلت حالة من الوفيات في الصين عند عداءة رياضية عند طيفلين يمالسون في رياض الكاراتي يعني يضطروا إلى الجهد العضلي وقوة بدنية استعملوها والقوة بدنية والجهد العضلي يحتاج إلى أكبر كمية من الأكسجين وبالتالي ما كانوا يستلموا في الأكسجين فتعرضوا لنوبات تنفسية وتوفى وكذلك حتى هناك ما يعرف بالتمزق الرئوي النقطة الأخطر الأخطر من ذلك ملاحظة شفت سائق شاحنة وضع الكمامة تخيل هذا الشخص داخل مقتورة القيادة أي داخل الشاحنة وضع الكمامة لساعات طويلة والأكسجين ناقص وماذا يحدث خاصة الكمامة ذات الصلبة ذات الحجم الكبير الإنسان سيطرح ثاني أكسيد الكربون سي او دو سي او دو سي او دو وهو يطرح وهذا سي او دو سي او دو سي او دو سي او دو اضطرابات في السمع في الرؤية صدع شديد شعور بالأرق شعور بالتعب وشعور بألام في كامل أنحاء الجسم وحتى من أنت أشرت إلى نقطة أنه يقدر ينزحها ويستعملها فقط لما يكون في فضاء في تجمعات أو أسواق أو محلات تجارية لكن كذلك طريقة نزحها وحتى شفناها يعني يعني ينزلوها ما أسفل الوجه كذلك البعض يقول لك أنه ممكن قد تحمل بعض الميكروبات التي تكون نتيجة التعرق والتعارض للشمس وحتى ليمشي والمسافات ربما بعيدة ربما تحمل فيروسات أخرى يعني من الأفضل تشوف أنه فيه طريقة أخرى نزحها نحطها في مكان يكون على الأقل نظيف أفضل من نحطها في السيارة أو تكون عرضة للغبار وغيرها نعم بني حسن يكون عنده مثلا كيس نظيف كيس نظيف يضعها فيه أو علبة ورقية بمحسن أن تكون علبة ورقية لأن العلبة ورقية ستتمتصل لميديتي الرطوبة خاصة أن نسقطة التي تتعرق هذا أمر خطير جدا هناك ثاني أكسيد الكربون هناك بكتيريا هناك حرارة هناك رطوبة كلها عوامل ستتخلي تكاثر للميكروبات وانت تعود تستنشقها فهذا أمر خطير جدا كذلك وذكرناها في البداية طريقة تسليم الكوممة أنا شفت في كل وسائل الإعلام لحملة التوعية أنا شف شخص يسلم في الكوممة هو حط يدو في وسط الكوممة ويوجدها في الناس هذا أمر خطير جدا إذا قلت المصدر عليها طريقة تقديمتها هي أمور خطيرة جدا يجب على المواطن الحذر منها يعني أتي فرصة لنفسه أنه يجددها وقلت كذلك هناك حلول حلول هناك كما قلت العمامة ولا الخمار إلى آخره هذه أكثر صحية يبدي واحد معه واحد ولا زوج خمار في السيارة ولا في المسايا خاصة لأن الناس تقطع مسافات طويلة وحتى بالنسبة لكبار السين يعني ينقلهم يجنبوا الخروج لفترة لما تكون فيها درجة الحرارة لفترة الظاهرة تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة خصوصا في المناطق الصحراوية يعني يجنبوا خصوصا لديهم أمراض مزمنة هكذا ربما ما تكونش فيها مضاعفات وصعوبات في التنفس فيما يخص كذلك قضية الالتهابات الجلدية التي قد تنجم عن الاستعمال وخصوصا نوع من الكمامات لمادة الأولية من القماش المستعملة قد تساهم في هذا النوع من الالتهابات وكذلك كأن بعض الكمامات وبعض الأنواع منها تكون ضيقة جدا على الوجه أكيد وبشرة الإنسان تختلف وحساسية الإنسان الحساسية البشرة تختلف من شخص إلى آخر خاصة نقول لك نحن الآن أمام بعض الكمامات ذات المصدر المشبوه أو القماش غير صحي أو أكيد القماش غير صحي فبالتالي ممكن أنها تسبب تفاعلات مع بشرة الإنسان وكذلك الحجم الغير ملائم التي تضغط على البشرة وعشنا نوضح المشاهد الكريم نقوله مثلا كما لوحد يدروا عملية جراحية ويضعوا له الضم مدادة حتى هذه السبارادرة التي تدرها تأكل لحم أو البشرة تسبب حساسية نفس الشيء لأن الجسم أو وجه الإنسان ليس متعود أن يتلامس مع مادة معينة فإذا تتخليلوا ذلك المادة لمدة طويلة أكيد أن البشرة تتفاعل معها إذن التعامل بحذر والتعامل بحكمة والتعامل بعقلانية والاستشارة الطبية فيها أطباء فيه صياد يلا فيه ممريضين الإنسان يستشر وما خبه من يستشر وخصوصا في أكل البنات يعني اللي يستعملوا بعض الأنواع من الماكياجات مع التداءة هذه الكمامة قد يعني تزيد تزيد الأمور تعقيد أكيد مراحظة في محلها ربما مواد كيميائية ربما فيه مواد كيميائية تفاعلها مع العرق مع المادة المصنوعة منها أكيد حتى سبب مشاكل صحية يجب تجنبها بإجراءات صحية بسيطة تحدثنا عن نوع الكمامات فيما يخص حتى عدد طبقات الموجودة التي قد تضمن فعالية تكون جيدة فيما يخص للمواطن وتحميه من هذا الفيروس كذلك كان صائح بالنسبة ليقوموا بخياطة هذه الكمامات في الوارشات أو حتى مبادرات فردية من طرف الجمعيات أو حتى أرباط البيوت ما هي نصائح هل ينقلوهم دكتور فيما يخص عدد الطبقات أو حتى عمل التعقيم وحتى الحفل أولا قضية ننصح الجمعية أو المشكورين المتطوعون نسميهم سفراء السلامة سفراء الحياة سفراء الإنسانية نشكرهم شكرا لهم جامع جدا لأنهم يقوموا بالتفضحية يبادروا في هذه الأعمال الخيرية الرائعة أولا يجب عليهم المرافقة الطبية المرافقة الصحية المرافقة التقنية يجب عليهم اقتناء النسيج المناسب يعني هذا ما نطلبهم من وزارة ومالتشغيل ووزارة الصحة أن تكون هناك مرافقة يعني من نصنعوش مذروش لأننا نصنعوش كمامات غير صحية يجب مرافقة نعطي لهم أو نوجههم الاقتناء النسيج المناسب الصحي هذه من جهة المشرف على ورشة الإنتاج يجب عليها أن يراقب المتطوعين إذا كان واحد فيهم يسعل أو عندهم مرض مزمن أو عندهم مشكلة في البشرة أو مشكلة تنفسي المفروض أن نمنعه من الاشتغال كذلك التحضير تح هذه الكمامات يكون باستعمال حتى هم يستعملوا الكمامات لأنهما يتكلم يتحدث يمكن أن ينقل لي فيروسات أو ميكروبات عن طريق تنفس لهذه الكمامات إذن نقول أن أبوما ما فيش معايير معينة لأن هذه تخضع لمخابر دولية لكن نوجه أن يكون نسيج صحي وتكون إجراءات النظافة الصريمة مضرورة تكون فيها طبقات؟ لأنه شفنا كثير هذا النوع من الكمامات فيه كمامات بسيطة يعني لا مش مضرورة تكون طبقات فقط يكون نسيج يكون قطني هذا هو نسيج قطني وليس نسيج وماذا قماش صناعي القماش صناعي هو مذير بالصحة ممكن أنه حتى يكون فيلتري سمح بمرور أي ميكروب أو أي فيوريس وحتى حيشبه في تفاعلات كيميائية خطيرة جدا تأثر على الجهاز التنفسي أي الرئة طيب فيما يخص نعود اللي عندهم أعراض حساسية أو التهاب على مستوى البشرة وشن قدر نقول لهم دكتور كان صائح أنه الاستعمال خصة للمطالبين باستعمالها نتيجة ظروف عملهم أو حتمية خروجهم من المنزل بشكل يومي أكيد نقوله فقط استعمل الكمامات القطنية أو كما قلت البديل هو العمامة أو اللي فولار هذه القطنية اللي يكون استعماله من العائلات بسفة عامة في المجتمع الجزائري كذلك إذا كان سبب له حساسية يستشر الطبيب إذا كان اضطر الأمر أي أي اللي تنقص له في التفاعل الكيميائي لأن بعض الناس حتى الذهب لا يقدرش يستعمله بأخصنا نتكلم على فئة النساء الذهب يسبب له حساسية وحتى المواد الكيميائية حتى المواد الكيميائية مثلا بعض الشباب نلقىهم يديروا الجار في شعرهم نلقى تفاعلات تكون في المكان نزول تلك المواد الكيميائية إذا نقول أن كل إنسان وعنده طبيعة معينة ما فيش أمر عام لكن استشر الطبيب استشر الصيدري إذا كنت هناك تفاعلات كيميائية مختبطة باستعمال الكيميائية استشر الطبيب غير الكميائية استشر الطبيب بمواد كيميائية يأتيك مواد مراهم تساعدك في التعامل معها كما قلت خاصة بالنسبة للأشخاص المطرين لإستعمال كمامات لساعات طويلة نختمه بنقطة أخيرة دكتور مع الخروج من فترة الشهر رمضان كثير من الأشخاص متعودين الصهر حتى ساعات الصباح أو حتى الصحور ربما مع العودة إلى ساعات خصوصا العمال العادية المضطرين أن يروحوا للشغل ربما يسبب نوع من الاضطرابات في النوم دكتور وش نقدر نقول لهم لإعادة الحياة البيروجية على الأقل بشكل سليم إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه اليوم مع هذا الوضع الصحي الحالي فرض على بعض الناس أنه يصهروا على الأقل لساعات طويلة برغم أنه قد يشكل مخاطر صحية نقول لك أخي مولود أثرت نقطة مهمة جدا وهو يعرف بالوباء الصامت هناك القاتل الصامت هو مونوكسيدو كاربون الغازة في المنازل أما الوباء الصامت الناس كثير يجهلوه وهو قلة النوم قلة النوم كما تقول بعض الدراسات والعلماء يقولون بأن كلما قل نوم قل حياتك نعني الآن كما قلت أخي مولود من الثرابات في النوم ونحن الآن في الأيام الأولى من خروجنا من شهر رمضان المباركة الليلة إن شاء الله فقد يكون الله عز وجل تقبله منا ومن الجميع نقول الثرابات النوم خطيرة وأمر خطير وخطير جدا كما قلت للناس التي تطر إلى الصهار وتوجه إلى العمل كل صباح نقول أن الثرابات أو قلة في النوم تأثر لحياتنا بشكل كبير وتسبب في اضطرابات أو مراض القلب والشارين تسبب لنا في احتماليات الإصابة بشكل راهب جدا بفقدان الذاكرة المبكر ما يعرف بزهايمر وتقول الدراسة أن الأشخاص اللي ما يقضوش بكري أن الأشخاص اللي ما يقضوش بكري أو عندهم كل في النوم في الليل وش يصر لهم يعني كما يقضوش يكون تجمع أو كما نقول احنا الدماغ يكون مملو أو يعوم في كمية معتبرة من المياه وهذه كمية من المياه اللي يعوم فيها الدماغ خاصة في فصين على اليمين وعلى اليسار في الدماغ وش يصر يبدأ ما يخزنش المعلومات تبدأ كل ما تقدم في السن الذاكرة أو الاحتفاظ بالأحداث تقل وخاصة الناس اللي الصهر وكل الأشخاص اللي الصهر المناوبين الليليين الصحفي اللي يشتغلوا في الليل مصالح الأمن إلى آخره كلهم معرضين لأمراض القلب والشاريين إذن نحن منطلقين بالنوم المبكر هذا أمر مهم جدا النوم المبكر الصحي ويسمح لإنسان أنه يكون أكثر فعالية وأكثر نشط وللناس اللي عندهم قلة في النوم يعانوا من اضطرابات في الأحصاب أكثر قلق أكثر توتر والمرضودية الانتاجية تكون عندهم سلبية كيفاش النظمة نصحح التفاعل أو هذه اضطرابات في النوم هي إجراءة بسيطة جدا الإنسان مطالب أنه يأخذ قسط من النوم من 6 إلى 8 ساعات هذا أمر إجباري ولا نقاش فيه وهو ليس كما نقول احنا لزافونتاج ولا أمر إيجابي ولكن هو مطلب نفسي روحي ضرورة وضرورة لا نقاش فيها ولا تنقش لأن كما قلت إنسان يأخذ 8 ساعات هذه مهمة جدا وكان أكثر بما نزيد أكد عليها أننا ساعة في الليل يعني هناك معرف بواحد ثلاثة أو واحد خمسة يعني ساعة نوم في الليل لا يمكن أن نعوضها إلا إذا نمنا في النهار خمسة شوية أو ثلاثة واحد خمسة أو واحد ثلاثة هذه كنقطة كذلك وما يطرح إنسان يقول كيف نرقد يعني الآن نطيل بعض النصائح بشكل سريع أولا يجب علينا أن نخصص مكان واحد للنوم يعني إنسان يرقد نهار في الصالو نهار في الشمرة نهار في الكوروار نهار في غرفة أخرى وإلى آخره هناك مكان خاص للنوم المكان لأن ننقض فيه يجب أن تكون درجة الحرارة فيه منخفضة يعني تكون من 18 إلى 17 حتى المكسيموم يعني لحد أقصى 20 درجة لأن البرودة والغرف الباردة أكثر ملاءمة للنوم أكثر منها للغرف اللي فيها حرارة كذلك الظلام الظلام هو مطلوب والهدو إذن وقلت نأكد أننا ننقض في ساعات في بداية الليل هذه النقطة وكذلك النظام والانتظام يعني نؤكد على معالمة مهمة جدا أنني يجب على أن نتعود مثلا ننقض على التسعة أو العشرة أو الحد عش التزم بهذا التوقيت حتى ولكنت في عطلة الأسبوع لأن النظام والانتظام هو أمر إيجابي كما قلت ننخصص مكان واحد للنوم يعني نتعود أن ننقض في مكان معين حتى الدماء تعكد مباشر أنك تذهب إلى ذلك المكان تعود ويعرض بالساعات البيولوجية هذه كإجراءات بسيطة يمكن أنه يتعامل مع هذا الإنسان لأنه يكون عنده حالة صحية جيدة ونقل لهم في الأخير كذلك قلوا من استعمال هذا الهواتف النقالة وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي اللي يصهر عليها كثير من الشباب خصوصا الساعات متأخرة في الليل أكيد نقل الوسائل للأجهزة الإلكترونية أن ننصح المواطن نقل الحياة قصيرة لا يعيش حياة قصيرة والأخطر من ذلك الأجهزة الإلكترونية اللي يوضحها من هاتف النقال أو الطابلات اللي أخي ما ذكرت لتكون مقربة من الرأس راح تترح أو تتبعت لنا موجات كهروميغناطيسية نقول لكم بلي أنها تسبب في أمراض السرطان عافيكم الله إذن نحن مطالبين أن نعيش الحياة العيش الحياة الحياة مبسيطة جدا عيشوا حياتكم ببساطة وجعان النهار معاشا والليلة سوباتا يعني كيف يقولوا يستمتعوا بالحياة بين خلال النوم الصحي شكرا لك دكتور على كل هذه النصائح وعلى وجودك